وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 588 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 256 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 60 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسعار من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 197 طن وفي مجال البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط 4 أطنان وفي مجال قضايا المخافز تم ضبط 397 قضية من بينها 188 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت 81 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا